أهلا بكم مشاهدين مجددة لمستمرون طبعا معكم في الحديث عن العلاقات المصرية الأوغندية في شقها الاقتصادي معنا على هنا في الستوديو دكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام لأدراسات السياسية والاستراتيجية أرحب بك مرة أخرى دكتور هاني يعني كان قبل الفاصل كنا نتحدث عن أهمية العلاقات الاقتصادية وكيف أنها تشكل رابط مهم يجمع بين مصر كدولة رائدة في الاتحاد الأفريقي طبعا والقارة الأفريقية ودول كل دول الأفريقية خاصة طبعا أغندا كيف تقيم هذه العلاقات؟ طبعا هي أساس متين لخلق نوع من المصالح المشتركة التي تخلق روابط قادرة على الصمود ويعني في وجه المتغيرات السياسية لكن بشكل عام في مجموعة من التحديات البتواجر العلاقات الاقتصادية بين مصر والقارة الأفريقية من أهمها صعوبة طرق النقل والمواصلات من أهمها تشابه المواد أو المنتجات المتاحة في هذه البلدان سالسا ضيق السوق الاقتصادية أو ضعف القدرة الشرائية في العديد من البلدان الأفريقية لكن بشكل عام مصر بتركز على الملفات اللي بتتحاشى هذه التحديات أو تستطيع أن تتغلب عليها يعني على سبيل المثال الدول الأفريقية زي ما احنا عارفين يعني بعد أن أكملت استقلالها أصبحت في حاجة إلى المساعدات وإلى تنمية اقتصادية وإلى دعم في ملفات الصحة والتعليم والاستقرار السياسي وغيرها مصر تركز على هذه الملفات فيما يتعلق بأولندا في أغندا هناك علاقة متصلة في قضايا المياه مصر على سبيل المثال مولت مشروعات كبرى لتنقية المجاير المائية في أغندا من الحشائش لمساعدة القرى عدد كبير من القرى الأغندية على التغلب على أخطار الفيضانات قامت حوالي 30 سد لحصاد مياه الأمطار مشروعات كثيرة في هذا الاتجاه بتتم كلها على نفقة الحكومة المصرية أيضا مصر تقدم المساعدات في نقل المعرفة والخبرة والتدريب سواء باستقبال أغنديين سواء فنيين أو مهندسين أو بإيفاد خبراء مصريين في مجالات مختلفة أيضا على نفقة الحكومة المصرية في الوقت الحالي أو في هذه الزيارة وقعت مجموعة من الاتفاقيات كان من أهمات اتفاقيات في مجال الطاقة والنقل النهري وغيرها وقعت مجالات الزراعة والتبادل الزراعي مثلا تقيم مزرعة نموذجية تنقل فيها خبرات مصرية في الاستقصار من محاصيل معينة وزيادة الانتاجية وتدريب مهندسين أغنديين في هذا المجال فهذه العلاقة بتسير بشكل متسارع بالإضافة إلى الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص المصري سواء شركات خاصة مثل شركة القلع على سبيل المساء